السلام عليكم في هذا الفيديو سوف نتعرف على كيف تطور و تبني عضلة الصدر من خلال سوف تستهدف كل منطقة من هذه العضلة هذا طبعا لكم جاءت لحظة أن عضلة الصدر لا تستهجب لك من كاترينية لهذا السبب سوف تحتاج التمارين اللي سوف يجعلك تستهدف جميع الزوايا كما هو معروف الأغلبية يعاني من ضعف الجزء العلوي يقولون لي احنا الصدر الفوق سوف يجعلنا نبدأ بهذه المنطقة هي الأولى فالطريقة تسمى الأولوية في التدريب بالنسبة للمجموعة والتكرارات حتى الأخرى سوف نضعو عليهم على حسب الهدف في الأول نضع الإحماء و نبدأ التمرين الأول بالبار ولا لزالطير نريد التريني نضع الكورسي الأنكليني على 30 إلى 45 دراجة لديك الاختيار ما بالبار ولا لزالطير نريد أن تحبط البار و تحبط جيت العظمة قوة أي كلافيكيل كما تشوف الصورة نريد أن تطلع البار خاص يكون قدم وجهك فوق الدخن ديالك هنا باش نخدمون الجزء العلوي للصدر ثم التمرين الثاني سوف نستهدفون منطقة الوسطى الصدر و التمرين الذي تتحرك و اشياء في الزالطير ثم تطلع البار خاص يزال الطير الفوق تدور البواني ديالك أي معصامين الداخل كما تشوف الصورة و الزالطير يكونوا قرب بعضيات في نهاية الحركة و هنا تجعل واحد الإنقباض العادة لتسمى التركيز تزيير المسكول و تكمل السريه من نص الطريقة نجي للتمرين الثالث هنا سوف نستهدفون تحت ديال الصدر أي جزء السوفلي تقدر تريني هنا بسمية ماشين تمرين دي كليني كما تشوف على الصورة خاص يكون الكورسي محنين مزيان باش ما تستهدفش المنطقة الوسطى حنا هنا بغينا نخدمو الجزء السوفلي ديال الصدر ولعندك اللي اختيار تقدر تخدم التمرين فيزافي بالكابل كما تشوف على الصورة أما التمرين الرابع غايكون ايكا خطي ان كليني افيك لزالطير هذا ثاني كيستهدف الجزء العلوي ديال عضلة الصدر تقدر هنا تزيد الميالين ديال الكورسي الفوق باش تحكم الالية في الكينين في اعلى عضلة الصدر نجيو التمرين الخامس والاخير كيستهدف المنطقة الداخلية ديال عضلة الصدر هو التمرين رف رافع بالكابل اي الايكا خطي بالكابل على الكورسي البلاق كما تشوف على الصورة في نهاية الحركة من كتطلع الكابل الفوق تحاول تدير واحد الانقباض الميسكول بهال التمرين كنكون استهدفنا جميع زوايا ديال عضلة الصدر وعطينا احقاف التدريب بالنسبة لمجموعة اي سيريات تقدير ما بين 3 و 4 الكل التمرين لكنتي قادي تضير 1.5 وتمارين خليني مجموعة غير 3 لكل التمرين ولي قادي تنقص شي تمرين دير 4 مجموعة لكل التمرين التكرارات أي لايجيو التخاظ الى كنتي قادي تريني الى الضخامة لاماس تدير 8 و 12 تدير سيريات تقال ديال ما بين 4 و 6 تكرارات كما كاي خاص تنوع في بداية ديال تدريب زوايا عضلة الصدر من حصة لحصة وباش تجنبه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة